عميد الحلو مرحبا بك معنا الآن مسألة حياد أوكرانيا ومسألة عدم التوسع شرقا هل هذه باتت مفروغ منها في أي تسوية ممكنة في هذه الأزمة برأيك نعم والدلائل كثيرة لذلك أولا الحلف الناتو لا يريد التدخل عسكريا بشكل مباشر في الحرب الدائرة وهذا يدل على أن الناتو في حال بوتين حقق إنجازات عسكرية أو انتصارات داخل أوكرانيا وفرض تحقيق أهدافه لن يكون هناك مواجهة ولن تكون هناك حرب مع روسيا السبب واضح تماما إن أوكرانيا هي منطقة تمثل مصلحة حيوية لروسيا وبالتالي روسيا مستعدة لخوض حرب وهي تقوم بها وصبق وقامت بحرب في جورجيا للسبب نفسه هتان الدولتان كانتا جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق ووصول الناتو إليهما يعني بالنسبة لروسيا أن الخطوة القادمة هي دخول بعض جمهوريات روسيا الاتحادية إلى حلف الناتو وهو في المنظر الروسي يهدد روسيا بالتفكك وأريد أن أضيف شيئا آخر إن الحدود الروسية الغربية هي ليست حدود طبيعية إنها هي منطقة خالية من أي حواجز طبيعية وهناك هاجز روسي تاريخي وهناك ذاكرة تاريخية جماعية كل الدول التي احتلت روسيا ووصلت إلى موسكو عبرت من خلال هذا السهل السهل الأوروبي الشمالي الذي يبدأ من باريس في فرنسا وينتهي في الأورال وبالتالي دائما هناك هاجز لدى القيادة الروسية من ناحية الغرب الغرب روسيا ولذلك بيلاروسيا هي اليوم دولة تحمي روسيا نوعا ما وأوكرانيا في حال وصلت إلى الحياد وأظن أنهم سيصلون إلى اتفاق من هذا النوع ستكون أيضا منطقة عازلة بين روسيا وحلف الناتو المنطقة الوحيدة التي تبقى ثغرة في هذا الأمر هي دول البلطيك الثلاث لتفيا ليتوانيا وإستونيا التي هي جزء من الناتو وليس هناك دلائل تشير أن بوتين يحضر لعمل عسكري ضد هذه الدول لأن ستكون حرب مفتوحة مع الناتو وهذا ما لا يريده وهذا أيضا ما لا يريده الناتو عميد الحلو ما رأيك هل بالفعل الضعف كما يقول السيد براجنت الذي يظهر عن البيت الأبيض تم استغلاله من قبل كل هذه الأطراف التي أشار إليها وأن الفضل لا يعود في نهاية المطاف للبيت الأبيض في توحيد هذه المواقف الغربية وإنما للرئيس زيلنسكي تحديدا نعم أنا أوافق على بعض ما قاله ضيفكم كريم من واشنطن ولكن في الواقع بوتين هو الذي وحد حلف الناتو قبل عملية الغزو كان هناك خلافات أوروبية وهذا يعود إلى أيام الرئيس ترامب والأمر لا يعود إلى ضعف البيت الأبيض أو قوته الأمر يعود إلى أن دول حلف الناتو الأوروبية لا تلتزم بموازنة الدفاع بميزانية الدفاع المقررة في الحلف وهي 2% من الدخل القومي الخام التي يجب أن تصرف أو أن تنفق على أعمال الدفاع والدولة الوحيدة الأوروبية التي كانت ملتزمة بذلك كانت بريطانيا ولذلك كان الخلاف مع الأوروبيين منذ أيام الرئيس ترامب الذي كان يقول على أوروبا أن توفي بالتزاماتها لحلف الناتو وتحمي نفسها بنفسها دون الحاجة إلى انفاق أموال أمريكية لحماية أوروبا أما بعهد بايدن حتى ولو كان ترامب في البيت الأبيض كان الأمر يعود إلى نفس النقطة عندما هاجم بوتين أوكرانيا توحدت أوروبا صفا واحدا خلف الولايات المتحدة وألمانيا قررت زيادة انفاقها العسكري بشكل ملحوظ بحيث ستصبح ربما ثالث دولة بالانفاق العسكري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وهذا أمر يعود إلى الأحداث أكثر مما يعود إلى ضعف البيت الأبيض أما بالنسبة لبايدن نفسه أو لإدارة بايدن ليس هناك شك بأن هناك ضعف في هذه الإدارة خاصة عندما انسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان التي تركت أثرا سلبيا جدا لدى الحلفاء إنما في أوكرانيا انقلب الوضع المخابرات الأمريكية كانت دقيقة في تقديراتها ورئيس بايدن اعتمد ما قالته الاستخبارات الأمريكية بالرغم من نكران بوتين أنه كان يحضر لعملية عسكرية كان دائما ينفي ولكن كان دائما بايدن يقول أن بوتين سيهاجم وهذا ما حصل إذن الموقف في البيت الأبيض أو الموقف في الولايات المتحدة ليس فقط رهينة أو لا يعتمد فقط على شخصية من هو في البيت الأبيض أو الإدارة هناك ظروف جيوستراتيجية تفرد المواقف والولايات المتحدة ما زالت القوة العظمى الوحيدة في العالم والأقوى في العالم هل يمكن للولايات المتحدة أن تقدم المزيد خاصة على صعيد الدعم العسكري لأوكرانيا اليوم لدينا يعني دعم عسكري بشكل شبه يومي بحسب التقارير الواشنطن بوست نشرت تقريرا حول هذا الموضوع صواريخ جافلين صواريخ ستينجر تصل بشكل مستمر هل يمكن لواشنطن أن تقدم أكثر من هذا لأوكران في هذه المرحلة نعم هناك أكيد هناك إمكانية لواشنطن بتقديم المزيد للجيش الأوكراني وللقوات المسلحة الأوكرانية ولكن ما أريد أن أقوله هنا لا تريد واشنطن الانزلاق أكثر في الحرب الأوكرانية الروسية هذه الأسلحة التي تحدثتم عنها ولسيما صواريخ جافلين وصواريخ ستينجر كانت قد وصلت إلى أوكرانيا قبل نصوب الحرب وأثبتت فعاليتها خلال العمليات العسكرية الجيش الأوكراني يقوم بحرب غير متكافئة مع روسيا التي تعتمد على أسلحة نوعية خفيفة مقابل جيش يعتمد على الأسلحة استقيلة مثل الجيش الروسي والخسائر التي منيت بها القوات الروسية هي بفضل هذه الأسلحة الأمريكية وأيضا البريطانية والألمانية التي سلمت إلى الجيش الأوكراني نحن نلاحظ أن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو لا يقدمون لأوكرانيا طائرات أو دبابات أو مدفعية أو معدات ندعوها باللغة العسكرية هاردوير ماتيريال لأن أولا هذا أمر مكلف جدا ومهما قدمت المساعدات إلى أوكرانيا بأسلحة من هذا النوع فلن تستطيع تحقيق التوازن مع القوات الروسية لذلك ومنذ البداية القوات الأمريكية التي مرت في أوكرانيا وهي قوات تدريبية وحدات تدريب دربت الجيش الأوكراني على حرب العصابات التي يشنها الآن وكان ذلك أمرا صائبا لأن الحرب التي حصلت الطريقة الوحيدة لمواجهتها كانت المواجهة الحالية والجيش الأوكراني قام بتبديد القوى الثقيلة له مدرعاته لم تكن مجموعة وطائراته كذلك وما زال الطيران الأوكراني لديه حوالي 60 طائرة يمكنها أن تقوم بمهمات صحيح أن الطلعات الجوية الأوكرانية لا تتجاوز الأربعة إلى عشر طلعات يوميا ولكن روسيا لا تسيطر بالكامل على الأجوال الأوكرانية ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا وما يمكن أن يزيد قدرات أوكرانيا بشكل معقول دون انزلاق الناتو إلى داخل أوكرانيا أكثر من ذلك هي أولا الطائرات المسيرة وقد سمعنا أن الولايات المتحدة ستقوم بتزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة نوعية شبحية ومسلحة ويمكنها أن تلحق الأزى بالقوات الروسية وأيضا أنظمة دفاع جوي وهنا أريد أن أقول أن الجيش الأوكراني ما زال لديه منظومات S-300 تعمل والدليل أن الطيران الروسي معظم طلعاته هي ليست فوق الأراضي الأوكرانية إنما فوق أراضي روسيا وأراضي بيلاروسيا ومن داخل الأجواء الروسية والبيلاروسية يقوم برماية الصواريخ العابرة التي تضرب الأهداف داخل أوكرانيا إذن هناك إمكانية لرفع المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا ولكن لا تريد الإدارة الأمريكية لانزلاق في تسليح أوكرانيا بهاردوير سيصعب على الأوكرانيين استعمالها بسرعة وتدريبهم عليها بسرعة إذن الأمر منطقي كما أقول وليس فقط تقصير أو عدم أو سؤنية أو عدم إرادة بالمساعدة الكثير قيل عنها عندما طرحت من قبل بولندا الآن البعض يقول إذا تم الإقدام على مثل هذه الخطوة فستعتبرها روسيا تدخلا مباشرا من قبل النيتو ولكن على الصعيد الميداني هل يمكن لهذه الطائرات أن تحدث فارقا ملحوظا في سير العمليات العسكرية سيدي الطائرات الميك 29 هي طائرات من جيل مضى عليه الزمن وربما الطراز الموجود في بولندا قد تم تطويره ولكن ما أريد أن أقول أن الطائرة الميك 29 هي طائرة مساندة أرضية كما تحدث ضيفكم الكريم من واشنطن ولا شك أن تسليم هذه الطائرات إلى أوكرانيا يمكنه أن يزيد من قدراتها للمساندة الأرضية لمساندة قوى البر ولكن هذه الطائرات ستكون ضعيفة أمام الطيران الروسي الذي نراه يحلق في الأجواء الروسية وكذلك في الأجواء الأوكرانية طائرات السخوي 30 و34 و35 إذن يمكن لهذه الطائرات أن تزيد القطرات الأوكرانية ولكن ستكون المخاطر عالية جدا عليها في حال لم تزود بأنظمة لردع الصواريخ الروسية التي يمكن أن تطالها من مسافة بعيدة من المقاتلات الروسية إذن الموضوع هو موضوع أخذ ورد وإذا كان العسكريون في الولايات المتحدة قالوا لا لا أظن أن السبب سياسي إنما حسبوا الموضوع أو قاموا بتقييم الوضع إذا كان فعلا هذا سيغير المعادلة وأظن أن العسكريين الأمريكيين لهم قدرة على التقدير ولهم المعلومات الكافية ليعرفوا ما إذا كانت هذه الطائرات يمكن أن تحدث فرقا أم لا خاصة وأن عددها محدود حسب مسامات سربين فقط لا أكثر من ذلك